خالص حبي واحترامي وتقديري لحضراتكم وتحياتي لكم في اليوم عايز اكلمكم عن موضوع هبوط السكر المتكرر في الحقيقة يا جماعة هبوط السكر من الحاجات اللي في غاية الخطورة اخطر من زيادة السكر هبوط السكر المخ مقدرش يستحمل هبوط السكر فترة طويلة يعني اقل من دقايق فالمفروض ان انا ابقى واعي جدا لو مريض سكر وخصوصا في النوع الاول بخطورة موضوع هبوط السكر وخطورة تكرار الهبوط مش مثلا حصل مرة فيه ناس بيحصل لها كل يوم يعني كبار السن دايما نقول لهم خلي التراكمي عندكم فوق التمانية او تمانية لكن ما يبقاش ستة لان في حالات حتى في دراسات اتعاملت في حالات ما كملتش في دراسات اتعاملت انه بسبب وفيات حصلت نتيجة الهبوط اللي حصل للسكر الهبوط السكر في الحاجات الخطيرة جدا اسبابه كتير يعني ممكن بمنتهى البساطة ان انا بدي علاج مش مصبوط بدي انسولين خطأ الانسولين ما بعلمش المريض التوعية الثقافية الصح بتاعه انا لازم اعود مع المريض وفهمه واعلمه واقوله خطورة الموضوع في الانسولينات السريعة انا بدي العيان انسولين وهب فجأة لم ياكلش وعايل صغير بيلعب وحاجة زي كده ويحصل له الهبوط ويغمى عليه واللي حواليه ما هم مش فهمين حاجة ممكن يعجوله هبوط في السكر والناس في الشارع ما هيش عارفة ده مريض سكر ولا لا وعمل ايه فوقوة في اقولك ده اغمى عليه ده اصله ما عرفش الشمس ومش الشمس والمريض ي quotedيد؟ داخل في غيبوبة نقص السكر وبتبقى مشكلة كبيرة الادوية عامل مهمة جدا بهبوط السكر بعض الادوية مرضى النوع التاني في السن الكبير ما ينفعش تتاخد دي الادوية القديمة اللي كانت بتحفز البنكرياس اربعة وعشرين ساعة دي بتعمل هبوط في السكر والهبوط السكرما لا يتصلحش بسهولة ما ينفعش راجل مسن ويقعد في البيت لوحده وياخد علاج وتدي له علاج لا خليني على السكر ما يكون عالي شوية لكن ما أقدرش أزبط فيه لكن الراجل عمره 80 سنة وعايش لوحده وقعد نزل في السكر تحت المية والمية وعشرين لا التارجت بتاعنا أو الهدف بتاعنا في المرضى دول مش دي قصة خالص اللي أنا بفكر فيها فطبعا دي من ضمن الحاجات المهمة اللي لازم نرعيها كويس جدا المرء الأطفال وتصبيت الإنسولين ما ينفعش تدي الطفل إنسولين وتخليه من غير ما يأكل أو يشرب ولذلك دلوقتي الإنسولينات الجديدة كلها مجرد أن ساعتك تيجي تاخد الإنسولين تبدأ تاكل على طول في ساعتها مواشرتك فما تقلقش لما تاخد الإنسولين هتتحسن كتير فلازم نفهم كويس جدا أن الإنسولين من الحاجات اللي بخدها ببقى عارف ناس يقول لك أنا أخده بعد الأكل لا هو تاخده وتستعمل الأكل على حسب نوعه فيه أنواع كتير من الإنسولين وأنا شرحت فيديو بالمنظر ده طيب العراض أعرف منين هبوط السكر وأعمل إيه وتلاقي فيه ضربات القلب زايدة لأن فيه الجسم بيعرف أن أنت في معركة في حرب لازم تخلي بالك العرق تبص تلاقي عرقان جدا لدرجة أن السرير اللي بيبقى نام عليه بيبقى مبلول خالص مية عرقان عرق بينطفد ما فيش تاني حاجة ممكن وممكن طبعا الأعراض تبقى خفيفة خالص وانت حاس أنك مش مبسوط وعندك هبوط وطبعا الوجود لأجازة السكر دلوقتي قللت الموضوع فالمشكلة كمان تبصوا تلاقي المريض يعني قدامك كده هفتان وضايع ومش قادر يتكلم وخصوصا لو طفل وتلاقي هبوط وقعد كده ما فيش نشاط ولا حاجة فالسكر هبطان عنه على طول ما لقيت مية بسكر وتشربوا الطفل أو تشربوا الراجل الكبير ده لو لسه ما فقدش الوعي الحق قبل ما يفقد الوعي لأنه لو فقد الوعي هتبقى موضوع صعب صعب جدا فطبعا انت في البداية ما السكر ينزل عن التارجت اللي هو كان زمان يقول لك الخمسة وخمسين دلوقتي انا بقول لك سبعين لو انت مريض سكر عند سبعين ابدأ خد احتياطاتك طيب لو دخل في الاسعافات اللي في البيت لو دخل في غيبوبة انت مش عارف تعمل ايه بقه مش عارف تفتحه عسل اسود عسل نحلي موجود في البيت وتدعك به اللاسة بتاعته وتفرج به كده لغاية ما تحط كمية فيه وعلى اساس تدهنه هو يمتص من خلال البكة الكافتي او خلال الفم فيه ابر جلوكاجون ممكن تبقى متوفرة في البيوت بتبقى متواصبة مع مريض السكر تبقى موجودة معاه اللي بريت جلوكاجون دي ممكن تتاخد حسن الموضوع فالتاني حاجة بنتصل باقرب اسعاف او حاجة زي كده لان لازم المريض يتنقل لمستشفى لمتابعة الحالة بتاعته لو انا في حتة ما فيهاش مستشفيات يبقى بالطريقة اللي بقول عليها لازم يبقى فيه جهاز سكر الصيدلية فيها جهاز الحاجات دي كلها لخطورة الموضوع يجب يجب عليك انك انت تعرف كويس جدا ايه اللي هتعمله هبوط السكر اخطر من زيادة السكر هبوط السكر بيحصل نتيجة جهلنا بالعلاج وجهلنا بالمرض ثقفوا نفسكم اقروا اعرفوا ده ايه وده ايه وده بيتخذ ازاي والحبوب دي تنفع مع المريض ده ولا لأ اسمع وتعلم عشان تناقش دكتورك ممكن الدكتور يبقى مشغول ومش فاضي يتكلم معاك وبيديك الدواء والدواء ده مش متماشي معاك اصلا وانت نسيت تقوله حاجة معينة تمام ممكن انت بادئ نظام رياضي لازم تبلغ الدكتور انا هبدأ رياضة ممكن بادئ حمية غزائية لازم تبدأ تقلل الجرعات الصيام المتقطع لازم هقلل الجرعات على حسب التحاليل جهاز السكر مايفارقش بيت اي مريض سكر مهم جدا التحاليل مهم الحاجات الدورية ولازم تبحث مع الدكتور ايه اسباب هبوط السكر عندك ممكن معاك يختلف عن مريض تاني ممكن واحد بيجي له هبوط السكر نتيجة الانسولين نفترض واحد ما بياخدش انسولين ممكن مريض من الناس اللي انا شفتهم ست كبيرة راحت مستشفى اه طبعا في المستشفى بتعمل عملية فبيدوها انسولين اثناء وجودها في المستشفى هي خارجة الدكتور اللي موجود اه كتب لها الانسولين عشان تكمل في البيت وينيسي خالص ان سكرها من النوع الكويس فبعد ما دخلت المستشفى وجدت لي في العيادة بصيت لقيت اعمل لها التحاليل سكرها ممتاز رائع اه التراكمي ضعيف صغائي يعني التراكمي طبيعي والسكر بتاعها وبتاخد جميات دواء كتير جدا هي كان بتاخدها جرعات انسولين وهي مش محتاجة انسولين وهي سكر محتاجة حتى جلوكوفاج حتى مفيش كان بيجي لها هبوط واغمئات في البيت وما بيقوش عارفين ايه اللي جد رجل بس اللي انا عملته ان انا وقفت الدور وبقت الستة تحسنت كويسة واستمرت معايا سنة واتنين والستة ده الفل فاش اي حاج خالص والى الان الستة ماشية كويس كبيرها خالص اديناها جلوكوفاج من غلطة بسيطة لحاجة يعني هي مش غلطة وراحت للدكتور وكانت في مستشفى حكومي مستشفى عسكري وكل ما بتروح للعيادة تتخلي كذا خد تصرفي كذا واحيانا بيبقى الناس مشاركة فيه الغلط ده ان هم عايزين الدواء لحسن الدكتور مش عايز يديني الدواء خصوصا التأمين بيفكر ان الدكتور مش عايز يديني الدواء او حاجة زي كده فارجوكم لازم تخلي بالكم كواس جدا من موضوع الهبوط السكر وخصوصا في الاطفال وخصوصا في السن الكبير وبترجعوا الادوية وبترجعوا المصايح مع الدكتور لان طبعا في حاجات بتستجد في العلاج ماينفعش لما اجد خلك دواء جديد سكر لازم اراجع واتبع واعمل حاجات كتير جدا ولازم انا طبيعة شغلي وانا بشتغل ايه هل انا بلعب رياضة ولازم تقوله الدكتور الفكرة حتى لو الدكتور ما بيكلامه قليل انت بتكلمه تقول له دكتور طب انا بشتغل كذا الشغل ده ماينفعش مع الدواء ده لان انا بشتغل وببزل مجهود كبير فبحرق فماينفعش تديني دواء يهبطني يعني انا الحاجات ده طبعا بقوله لكم كلنا دكتورة ساعات ما يكون مشغول بس انا عايز اقول لكم حاجات ده حاجات كلينيكا المرت علي في شغلي يعني انا بقولكو عصارة الموضوع وخبرة السنين في قصص صغيرة اللي بحكها لكم دي مش بس علمية ده حاجات مفيدة جدا ليه فنخلي بالنا من هبوط السكر اكتر ما نخلي بالنا من ارتفاع السكر سكر لو عالي شوية مفيش مشكلة لكن المشكلة كلها هبوط السكر مش هنلحقه المريض لو مش لحقناه ممكن يموت فموضوع خطر لدرجة الوفاء فدي حاجة التقرار والحاجات بيأثر على القلب الهبوط السكر متكرر الجسم مقدرش يستحمل فيه المخ بتاعنا مقدرش طبعا التغيير العلاج ما يجيلك مرض مثلا وانت دخلت مستشفى وعملت انسولين او حاجة زي كده وانت خارج تابع مع دكتور يكون فاهم زي ما اقولك دايما فاهم مش حافظ ان فيه بعد الاسف الاخطاء ان انت ما تروح دكتور يكرر بس نفس الدو وخصوصا للناس اللي بيبع عندها تأمين طبي ومش طبعا خطأ مننا خطأ من المريض خطأ من الشغل المنظومة لكن المهم اللي يهمنا في الاخر سلامة المريض عشان كده ارجوكم انتبهوا جدا 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 في حالة تغيير نظام نمط الحياة في حالة ممارسة رياضة في حالة الاتقال لمكان تاني واكل ووجبات تانية عملت صيام متقطع في حالة انك انت كنت بتاخد دوة وغيرت الدوة جديد بتبدأ نظامك وبالجهاز وتبدأ تشوف وتجرب ودايما ابدأوا بجرعات قليلة ابدأوا الدوة بحاجة بسيطة لان انا بابدأ بالتدريج لان فيه استجابتك للمرض مختلفة عن استجاب تحدي تاني فيه ناس استجابتها للمرض للانسولين او للحبوب سريعة جدا لدرجة ان بياخد ربع حبات بصلي اهوب بنزل مرة واحدة فيه ناس استجابتها بتبقى صعبة مفيش مريض شبه التاني ارجو ان يكونوا استفدتم من الفيديو ده تحياتي ليكم واشكركم واتمنى لكم صحة وعافية واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله موسيقى